اليوم كربلاء اتجددت للسيد الخطابي بعدما دار حديث اجتماعا للإطار بأن الإطار يرفض التجديد للمحافظين السابقين عملية التجديد هذه هل تعتقد أستاذ نبيل أنها دحضت هذه الفكرة وهذا المبدأ وقد تنعكس هذه الصورة على محافظتي واسط والبصرة كذلك؟ نعتقد كان الشعار الذي يرفعه الإطار هو عدم التجديد لأي محافظ لكن سرعان ما كانت هناك بعض الأفكار وبعض الرؤى من بعض القيادات في الإطار التنسيقي يذهبون إلى مضغير يعني يقولون مضغير إذا كانت هذه المحافظات هي تنعم بالاستقرار ويمكن أن تقدم خدمات ولذلك ذهب البعض مع هذا الرأي أعتقد هذا سينطبق على محافظ البصرة وبعض المحافظين الذين أثبتوا نجاحهم اليوم الناجح يجب أن يكافئ ولذلك أعتقد حتى الجمهور اليوم يلاحظ ويشخص ألاحظ ما الذي حصل في محافظة الأنبار حينما ذهب الكثير من الأنبارين لانتخاب قائمة تقدم باعتبار أن هذه القائمة هي التي تمثل طموحاتهم وآمالهم وبالتالي حتى في بغداد كانت لقائمة تقدم الحظوى الأكبر ولذلك أعتقد أن الفترة المقبلة هي فترة صناعة الأمور التي كانت غائبة وأهم هذه الأمور هي الخدمات ونكرر هذه الخدمات باعتبار أن شعار تقدم كان هو يرفع هذه الكلمة ليس فقط شعارا لكن للتطبيق ولذلك حصد أكثر الأصوات ولذلك أعتقد المرحلة المقبلة هي مرحلة مهمة لإثبات الوجود وخصوصا ما وعد به الذين وعدوا ولكن ليس كل من يعد يمكن أن يقدم والمواطن يفقه ويعلم من الذي قدم ومن الذي وعد دون تقديم ولذلك ستفرز أسماء مهمة وستركن أسماء كذلك خرجت عن السرب خصوصا ما حصل في بعض المحافظة الأنبار الذي خرج عن قائمة تقدم ولا أعتقد أن من يخرج ويذهب إلى من كان يطعن به أعتقد أن الجمهور يشخص هكذا حالات وبالتالي هؤلاء أعتقد سوف لن يستفيدوا شيئا من هذه الفعلة باعتبار أن الشرنقة كانت من تقدم وأي شخص يخرج من هذه القائمة سوف لن يحظى حتى لو حظي بعض الأمور في هذه الفترة سوف لن يحظى بتلك الأمور التي كان يتوقعها حينما كان في تقدم لذلك أعتقد أن المرحلة هي مرحلة خصوصية ومرحلة إعطاء الأفكار الصحيحة لكن أنا أعتقد من يذهب خارج السرب لن يحصل على شيء وهذا ما أثبتته الوقاعة وكل الأمور التي حدثت خلال الفترة المنصرمة أن من يخرج عن السرب سوف لن يحصد على أي شيء بالتالي أعتقد أن المراجعة وجبت بهذه الفترة ويجب أن تعود الأمور إلى نصابها وتدري حضرتك المواطن يشخص ويعالش فيها واضح لكن أستاذ نبيل من؟